مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله هل أحين نملي على الناس القيام أو نطلب منهم الفاعلية أو نتكلم عن الوعي الناس يحتاجون إلى قدوة يرونها أمامهم فيتبعونها من أجل ذلك أرسل الله الأنبياء وكان هناك المصلحون وكان هناك العلماء والدعاء وأي شيء موجود الآن في عالمنا نحن نستمد منه الطريقة والخارطة لكي نمشي عليها أكثر ما تلزم القدوة للصغار وتلزم في عملية التربية ونحن الآن ننشئ جيلا جديدا إن شاء الله في سوريا ونتأمل منه خيرا كبيرا فيجب أن تكون له قدوة يمشي على نهجها هلأ علماء النفس يقولون أن القدوة ضرورية لعدة أسباب منها أنه نحن حينما ننصح هذا الصغير أو هذا الشاب نعطيه مجموعة من الإرشادات والمعلومات إذا لم يرها بعينه ويلمسها ويتعامل معها لا يستطيع أن يتمثلها أحيانا في سلوكه لأن الأشياء المكتوبة والمقروء غير الأشياء التي يراها ماثلة أمامه القدوة من تكون دائما تكون أقرب شيء للإنسان البيت الذي نشأ به الأقربة القدوات الكبيرة مع العولمة التي ما زلنا نشكو منها ومن آثارها تحطمت القدوات الصغيرة الموجودة أمام هذا الإنسان وأصبح يبحث دائما على القدوات البعيدة كأنه لما الإنسان يعيش مع ذويه والمقربون منه بدل أن يصبح قدوة له يرى من أخطائهم ويرى من بشريتهم فلا تعجبه هذه الشخصيات فيبحث في الخارج عن شخصيات أخرى وهذا لا بأس به ممكن أن يبحث عن شخص عالم أو شخص تحلى بخلق أو شخص قدم للبشرية شيئا عظيما هذا لا بأس منه ولا مشكلة فيه لكن المشكلة أنه لما تتحطم هذه القدوات الجيدة ويبدأ الإنسان بالبحث عن القدوات الغير جيدة مثل الفنانين المنحلين أو مثلا المهتمين بأشياء غير قضايا الأمة مثل فقط أن يكون اهتمامه مثلا الكرة أو اهتمامه فقط يعني هذه الاهتمامات التي لا نعد الآن في هذا الزمن شيئا مسكورا هذه ممكن أن تكون هوايات أن الإنسان يهتم بالرياضة إلى جانب أنه يحمل قضية كبيرة فصار عنا مشكلة في هذه القدوات ومن سوء حظنا أننا في سوريا وفي العوالم العربية أصبحنا نقدس العلماء لما الإنسان لم يجد قدوة قريبة منه صار يقدس العلماء ومعروف أن العلماء هو مرثة الأنبياء وأكثر من يستحق التقدير ويستحق الاحترام ويستحق أن يكون له أتباع هو العالم لأن العالم معلم ومرشد وأستاذ وحلال مشاكل ويعطي الإنسان الأمل والتفاؤل هو شيء كبير الذي حدث أنه العالم له هذا الدور لكن مع مرور الأيام بدأوا الناس يقدسون العلماء تقديسا كبيرا وهذا الشيء خطأ هلأ كيف عبد الناس الأصنام؟ في التفاسير قالوا أنه قبل أن يأتي نوح أو أظن بعد نوح والله نسيت المهم جاء مجموعة من المصلحون أسماؤهم يغوث ويعوق ونسرا مشوا على سيرة الأنبياء وكانوا ورثتهم وحاولوا أن يهدوا الناس إلى الصواب وإلى الصلاح وإلى الخير هؤلاء ماتوا لما ماتوا كثر الفساد لم يوجد لهم خلفاء ماذا فعل الناس؟ قالوا نصنع لهم أصناما ولكي نتذكر هؤلاء الصالحون فنتذكر الأعمال الصالحة صنعوا هذه الأصنام مع الأيام نسوا أنه كان الهدف أن يتذكروا الأعمال الصالحة من رؤية هذه الأصنام فتحولت العبادة من عبادة الله ومن اتباع الأنبياء إلى عبادة هؤلاء الأصنام وانتشر هذا الشيء وعمى في البشرية وما زال وإلى الآن ما زال الناس يعبدون الأصنام فمن هنا جاء الخطأ أن يتحول العالم إلى القدسية حتى في نكتة أنا قرأتها على الإنترنت كثير عجبتني أنه قال واحد قال أنه والله يعني هي تتناقل كثيرا نقلها واحد أنه سبوا الزات الإلهية فسكتنا لهم سبوا الأنبياء فقلنا يلا ماشي الحال لكن أما أن يسبوا المشايخ يعني هذه شغلة كبيرة جدا فلما الواحد يقدس الشيخ بعدين يرى عليه خطأا فينتفي عنده كل هذا الشيخ وتنتفي التعاليم وينتفي كل ما يتعلق بهذا الشخص ولذلك كان من الأصل التقديس خطأ وأيضا خطأ أن نسقط الشخص لمجرد خطأ واحد ارتكبه أو مجموعة أخطأ يجب أن نصنف القدوة كيف تكون أعود الآن إلى قبل أن أصطفيد في هذا الموضوع سأعود قليلا إلى المربي المربي والأستاذ والشيخ يجب خلال ما هو عم يعطي التعليمات ويعطي الإرشادات ويعطي يرشد الناس إلى الخير أن يعلمهم أنه هو بشر يعني ممكن أن يخطئ ليس عيبا أن يخطئ والأنبياء أخطأوا أخطأوا بالأمور الدنيوية وجاء عتابهم موجود في القرآن نحن نقرأ عادي ولا نرى فيه بأسا عفى الله عن كلمة أذنت لهم ما كان لنبي أن يكون له أسرة نفس الشيء لما جاء الخلفاء فيما بعد قالوا لو أنه أخطأنا فقولوا لنا وأحدهم قال له لو أخطأتهم لو أخطأ لقومناك بسيوفنا فهو تقبل أن يخطئ والناس تقبلوا أن يتطاولون عليه ويقولون له الصح لأنه هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر المهم هو الأسلوب المهم أن يبقى الاحترام فأنا كنت أنصح كل مربي أنه لا يشعر ابنك أنك بالنسبة له شيء عظيم يجب أن تربيه وأنت تقول له في كل لحظة يا ابني أنا بشار يا ابني أنا قد أخطئ يا ابني راجعني لو كنت مخطئا سوف أعتذر منك وهكذا ربيت أنا في بيتي الكبير يعتذر من الصغير هذا ليس فيه أي شيء فهذه هي الطريقة السليمة في تربية القدوة القدوة يكون أكبر القدوة يكون أعلى القدوة يستطيع أن يرشد لكن القدوة لا يخرج أبدا عن هذه البشرية الموجودة فيه القدوة ممكن أن يخطئ أحيانا فمن حوله يرشده وينبهه وواجبه أن يعود عن هذه الخطأ فإذن الشيء الكبير الذي وقعنا به نحن في عالمنا الآن هو تقديس هذه الأشياء الكبيرة ومن الأخطاء التي وقعنا فيها كمان تقاعس الأب والأم والعائلة الصغيرة عن أن تكون قدوة لأولادها هي تنحت وشعرت بالسعادة لما وضعت لهم هؤلاء الأشخاص المشهود لهم من بعيد لبعيد بأصراح ولكن ما يدرينا نحن كيف هي حقيقة كل شخص جعلناه قدوة لأبنائنا يعتبر لو أنا جعلت أستاذ المدرسة قدوة لابني ثم خرج ابني معه في رحلة ونام معه واكتشف عيوبا كبيرة موجودة في هذا الأستاذ أو أنه يقول ما لا يفعل كيف سيكون نظرة ابني إلى هذا الأستاذ لن يتحطم فإذن يجب أن نصنع القدوات بطريقة صحيحة وطريقة منهجية يقول ابن خلدون أن الشعوب عنده قابلية للاستعمار هذا ما اكتشفه هو لكني ما اكتشفته أنا بصفتي مربية وهو عالم اجتماع أن الشعوب أو الناس كلها عنده تشوق للتقليد يعني الناس صعب عليهم أن تكون لهم شخصية متميزة يحبون أن يصنعوا قائد ويمشون وراءه فكلما رأوا إنسان عنده المقدرة على القيادة أو عنده قوة الشخصية يقلدونه سواء هو أراد أم لم يريد سواء عمل قائدا أم لم يعمل يعني إذا كان قدوة صامتة أو قدوة متحركة فالذي حدث في مجتمعاتنا أن هؤلاء العلماء والدعاء إما بسبب خطأ منهم أو بسبب خطأ من الناس المقبلين على الدين والمقبلين على العلم أصبح هؤلاء مقدسون الذي صار أثناء الثورة أنه لما هؤلاء العلماء انقسموا طبعا ثلاث أقسام أنا لن أحدد أسماء سأتكلم بشكل عام ولن أحدد حتى نسب قسم من هؤلاء العلماء كان مع الدولة وقسم كان محايدا ورفض أن يتدخل نهائيا وقسم كان مع الثورة بكل قلبه وقلمه وكلامه وعانى في سبيل ذلك وتعرض للمخاطر إذن الناس أخطأوا حين قدسوا العلماء لكن بعض هؤلاء العلماء الذين تقاعسوا كانوا هم المخطئين من أين جاء الخطأ؟ هلأ منصب العالم قلنا أنه منصب محترام ومن أرفع المناصب وهؤلاء يستحقون التقدير لأنهم يرشدون الأم ولكن العالم معلوم على مدى التاريخ أن له هذا المنصب القدير وله هذا المغنم ولكن يقابل شيء آخر وهو المغرم المغنم هو مكسب لهو التقدير الاحترام التبجيل السماع الكلام الاهتمام بالمشورة تقديمه لكن من ضمن السيئات التي تأتي على هذا العالم أنه يجب دائما أن يكون في المقدمة يعني حين تمر الأمة بمشكلة أو تمر بمحنة أو تمر بحرب يجب أن يكون هذا العالم من أوائل المتقدمين أوائل المتكلمين أوائل المحاربين إذا كان تحتاج يعني طبعا لماذا؟ لأنه يرشد الناس إلى الصواب فإذا احتاج أن يكون هناك حرب يكون هو في الأول إذا الناس هددوا يجب أن هو أن يكون أول من يهدد وهذا العالم في زماننا له مزيء لم تكن موجود من قديم أنه الآن لو تعرض أي أحد للعالم العالم كله سوف يعلم وسيكون هذا العالم محط الأنظار مما سيحميه زيادة عن بقية الأشخاص فهذا برأيه سيكون دافع له أكثر وأكثر أن يقول كلمة الحق بعض العلماء تقاعسوا عن كلمة الحق هذه فأساءوا كثيرا لأنهم ضيعوا الشباب الشباب كانوا يعتمدون عليهم كانوا ينتظرون منهم كلمة أو أي توجيه لكي يتقدموا إلى الأمام لما تقاعسوا عنها أنا أعتقد أن كان لهم دورا في تأخير هذه الثورة وفي تأخير نصرها للآن ما زال الشباب يتكلمون بأساء عن أولئك الذين يدخلون إلى المناطق المحررة فيفرح بهم الشباب ويرجون منهم أن يقولوا كلمة أو درس أو توجيه أو إفتاء لكنهم يكتفون بأن يأخذوا بعض الصور مع هذه الدبابة أو مع هذه الآلية أو مع الوجهاء الموجودون هناك ثم يخرجون ويتحججون بأنهم كبروا بالسن أو أن ظروفهم لا تسمح لهم وهذا في الحقيقة غير مقبول من العالم أنا هذا الشيء أشعلني بالسعادة لكي نتخلى عن تقديس هؤلاء العلماء لكي نعلم أنهم بشر ولكن بالمقابل لا نرضى أن نجملهم كلهم في نفس الدائرة وننتقس منهم أو ننتقدهم كلهم لأن كل واحد له شخصيته وله مواقفه الآن أعود إلى الأشخاص كمان كان من خطأ الأشخاص أنهم جعلوا من العلماء ملائكة على الأرض يمشون يجب أن يعلم كل إنسان أن كل عالم من هؤلاء يؤخذ من كلامه ويرد لماذا نحن قدسنا هؤلاء العلماء؟ هذا كان خطأ يجب علينا الآن أن نقلع عنه وأن نعود إلى الصواب وأن نعلم أنهم بشر وإن كانوا الآن بعضهم قد تقاعص والشباب بحاجة لهم لكن يجب أن نبحث الآن عن العالم الصادق ونبحث أيضا بيننا عن الإنسان الصادق لماذا نحن دائما نعتمد على العلماء فقط؟ هلأ كل إنسان له دوره بالحياة إذا العالم تقاعص عن دوره يمكن العالم هذا أحيانا نحن نطالبه بأكثر مما يستطيع تقديمه كثير من العلماء لو جئنا إليهم لوجدناهم فقط قادرون على الفتوى أو قادرون على الكلام بأشياء حدثت من زمان لكن الشباب الذين الآن كبروا ونضجوا وعاشوا في هذه المحنة أصبحوا قادرين أكثر على تقدير الأمور وتقدير العواقب وإبداء المشورة والرأي في هذه الثورة خاصة الموجودون منهم على أرض الواقع في السجون المصرية وفي السجون السورية قال بعض الشباب أنهم فوجئوا كثيرا بالقيادات أهل كانوا من قبل يعتمدون على أشخاص معينين يؤملون منهم الخير ويعرفون عنهم العلم وينتظرون منهم الكثير والكثير لما دخلوا معهم إلى السجن وجلسوا في زنزانة واحدة تبين لهم أن هؤلاء يقولون ما لا يفعلوا وتبين لهم أن بعض المغمورين الذين لا يعرفون إذا حضروا ولا يستفقدون إذا غابوا كان لهم صولات وجولات في تثبيت الناس وفي نشر العلم وفي الحكمة والقرار الصائد يجب نحن الآن أن نبحث عن هؤلاء الناس المغمورين ونستفيد منهم ونستفيد من علمهم الآن يوجد بيننا أناس هذه المحنة أعططهم الكثير والكثير من العمق ومن الفهم وهم تعبوا على أنفسهم فيجب أن نغير هذه القدوات وما نستقل بالناس الموجودين من حولنا ويجب أن نجعل من أنفسنا قدوة لمن حولنا يعني نحن الآن لدينا فرصة كثير هائلة ونحن نربي أولادنا ونساهم في هذه الثورة ونربي هذا الجيل لأن نربي أنفسنا لما أنا أريد أن أجعل من نفسي قدوة وأكون قريبة من ابني فيجب أن أحسن سلوكي وأحسن قيمي وأن أكون شجاعة وأن أكون جريئة وأن أكون حكيمة وأتقدم إلى الصفوف الأولى لكي يقتنع من حولي بأني أصلح لأن أكون قائدة أملي عليه ما أريد إملاءه من التوجيهات فهذه الفرصة يجب أن نستفيد منها كلنا قاطبة جميعا وأن نساهم في نصرة هذه الثورة بأن نكون كلنا فاعلين وكلنا قائمين وكلنا قدوات وكلنا نحرص على الإنسان الجيد إذا لم أستطع أنا أن أكون قدوة أن أدل الناس عليه لكي لا يشعروا بالضياع يعني إذا كان بعض الناس استطاعوا أن يتجاوز تقاعس هؤلاء العلماء والقدوات الذين لم يرضوا أن يكونوا على رأس هذه الثورة هناك أناس لا يستطيعون والتقاعس أدى إلى ضياع الشباب وإلى حيرته وإلى وقوعه في الخطأ أو يحتاج إلى مشورة فلا يجد من يرشده فعلينا إذا وجدنا هذه القدوة أن نجملها أو أعفا لا نجملها هي جميلة حقيقة أن نقدمها إلى هؤلاء الشباب فهذا من المساهمة في نصرة هذه الثورة ومساعدة الشباب على التقدم فيها إلى الأمام فإذا لا أحد فوق النقد ولحوم العلماء ليست مسمومة والعالم الذي يخطئ أمام الناس يجب أن ينبه أمام الناس وخاصة أن بعض الأشخاص الذين أثق بهم ثقة كبيرة قالوا لي أنهم احتاجوا إلى فتوى فذهبوا إلى أحد هؤلاء العلماء المتقاعسين وكانت الفتوى عنده وحده فقدمها له بيده وهو له عنده يعني مثل ما بيقولوا معزة ومودة فأخرها شهرا كاملا وهي فتوى مستعجلة جدا فإذا كان العلماء هؤلاء المحسوبين على الثورة يغلقون أبوابهم ولا يريدون أن يسمعوا منا فكيف لا ننتقدهم على الملأ فيجب أن نصوب السلوك نحن كنا بحاجة لهم من قبل وما زلنا حتى الآن بحاجة إلى صوت عال بعض العلماء هؤلاء قالوا أنهم مهددون يعني لو قال أي كلمة ممكن أن يتعرض بناته للاغتصاب أو يتعرض هو في ماله وفي بدنه لأذى كبيرا ولكن أليس الناس الموجودون في الداخل أيضا يتعرضون لمثل هذه الأخطار إن تقاعس العالم عن قول كلمة الحق أليست أعظم الجهاد قولة حق عند سلطان جائر أنا يعجبني كثيرا قول سيد قطب أنه كلماتنا عراء اسمنا الشمع إن لم نجاهد في سبيلها فلن نهبها الحياة فإذا أردنا أن نهب الحياة لكل الأشياء التي يقول دائما العالم أو الداعية أو الأستاذ أو حتى الوالد أو المربي أي قدوة موجودة في المجتمع لن يكون لها أي قيمة فيجب أن يتصدر القدوة دائما في الملمات يتصدر بشجاعته يتصدر بكلمته يتصدر بأي طريقة ممكنة لكي يقود الناس إلى الحق وإلا سيضيع الناس حتى اليوم هناك ما زال أناس مقلقلون لا يعلمون عن الفرق الموجودة في سوريا لا يعلمون إلى أين ينحازون كيف يتصرفون هل هذه فتنة ما زال إلى الآن هناك ناس يصدقون أننا في فتنة مع أنه هناك كثير أشياء ودلائل تثبت أنه بالعكس لو تركنا ما يحدث الآن على ما هو عليه فهذه هي الفتنة الحقيقية وهذا هو الصراع والفساد الحقيقي فالقدوة من هنا تأتي ضرورتها لأنها تكون قائدة في كل شيء وليست فقط قدوة في الوعظ وفي الإرشاد نحن الآن لسنا بحاجة إلى الوعظ والإرشاد نحن لسنا الآن بحاجة إلى الأشياء الفقهية وتعاليم الصلاة نحن الآن بحاجة إلى الصح والخطأ نحن الآن بحاجة إلى الأشياء الفكرية إلى الأشياء التوجيهية إلى الأشياء التي كانت غير موجودة على السطح نحن دائما كنا نعتني بالعبادات نعتني بهذه الأشياء ولكن الآن صرنا بحاجة إلى المعاملات التعامل بين الناس هذه ليست لها حدود واضحة لا في القوانين ولا في الأديان لأنها تحتاج إلى المرؤة تحتاج إلى الإنسانية تحتاج أحيانا إلى التسامح تحتاج إلى الدقة في أخذ الحق من هنا يأتي دور هذا القدوة الذي يقول للناس ماذا يعملون ويبدأ هو بكيف يعمل هذه الحلقة جاءت فكرتها من مناقشة طويلة كانت على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أحد الشباب الموجود في الداخل كان يقول كل ما ذكرت لكم الآن من أول الحلقة إلى الآن وقال بعدها هو طبعا رجل كان عاقلا وفاهما ويعرف حدود احترام العالم وحدود الاعتراض عليه لكن كان السؤال يرجو وأشار إلى مجموعة من الأسماء كنت أنا واحدا منها أنه رجاء رجاء أعطونا حدودا لذلك العالم الفاهم كيف نعرف العالم المقتدر الذي يقول قولة الحق لكي نسير وراءه الآن نحن أصبحنا عاجزين وهو فعلا معه حق لأن العالم نحن لا نعرف حقيقته كثير أو حتى مو بس العالم على فكرة أنا الآن في هذه الحلقة أقول العالم ولكني أقصد كل قدوة الآن كثيرا من القدوات نسمع عنهم لكن أنا لما اقتربت من زوجات أو عائلات أو شيء وعرفت كيف يتعاملون وجدت أنه هذا يقول عكس ما يفعل يعني يقول للمربين لا تضربوا أولادكم وهو يضرب أولاده بقسوة وبقوة مؤذية جدا يقول أنه لو ضربت لا تضرب الوجه ولا تقبح وهو يضرب الوجه ويقبح فنحن نرى نسمع كلاما جميلا ونرى شخصا يتكلم بكلام معقول ومتسلسل لكن لما نعرف حقيقته كثير مرات نتحطم والآن مع السورة الناس يتحطمون لما يرون هذا السلوك نحن نحتاج الآن للقدوة الحقيقية صح أنا أقول للفاهمين أنه كل يؤخذ من كلامه ويورد وأنت الحكمة ضلت المؤمن فلا تقف عند السلوك قف عند الكلام لكن في الحقيقة لا نستطيع أن نترك هذا السلوك لما يكون العالم أو الداعية موجود في داخل الصف فكيف نميز بين هذا ونميز بين ذاك هلأ كل إنسان له نية نحن لا نعلمها هذه بينه وبين ربه وإن كان أحيانا تبان في لحن القول ويقول الشياء هذه نحن نسمعها منه وقد نقتنع بها وقد لا نقتنع ونرى سلوكه ماذا نصدق؟ أنا سأقول لكم صدقوا السلوك مع أنه الآن أجر تجارب وربما هذا يجعل الناس يتمادون في الكلام المعسول فوجدوا أنه نحن لما نرى أمامنا إنسان شو يقول لنا؟ يا أبني يرضى عليك لف على اليمين على اليمين ويعمل لك إشارة أنه على اليسار نحن ماذا؟ نحن ننتبه للكلام مع أنه الإشارة أمامنا ونراها لو كان هو واقف أمامنا فالإنسان يهتم بالسماء ولعل هذا جعل أكثر الذين يتاجرون بالكلام يقولون الكلام الجميل ولا يفعلون شيئا لأنهم يعلمون أن الناس يهتمون فقط بالكلام ولا يسمعون إلا الكلام فأول شيء أقول لكم اهتموا بأفعال هذا الإنسان لا تغتروا بكلامه أبدا ثاني شيء أنا أنصح النصيحة اللي بدأت بها لا تقدسوا أي إنسان مهما كان على علم وعلى نسمعه نأخذ منه ولكن لا تقدسوا ثاني شيء لا تأخذوا من عالم واحد من الخطأ أن يكون لكل إنسان شيء واحد لأنه مهما بلغ من العلم والفهم سيخطئوا يوما ما وإن لم يخطئ أنا سيصبح فكري كفكر هذا الإنسان ونحن لا نريد الفكر الواحد نريد الفكر المتنوع فاسمعوا لمجموعة من العلماء ومن الدعاء لكن كمان لا يكفي إذا كان مجموعة هؤلاء العلماء في بلد واحدة أيضا سيكون نفس الفكر على الأغلب كل بلد لاحظوا أنها انطبعت بطابع معين هنا علماء صوفيين هنا اتجاه سلفي هنا اتجاه جهادي هنا فنحن لا نريد أن يكون الإنسان غير معتدل نريد الإنسان المعتدل والقدوة المعتدلة ولذلك اسمعوا من مجموعة من العلماء من مصر من سوريا من تونس من المغلب ثالث شيء كمان أحسن نستمع من المجامع المجامع ليس من رأي فقه واحد أو رأي فكري واحد كمان يا حب ذا أن نسمع من المفكرين لأن العالم أحيانا ينحصر في المسألة فينحصر في الحلال والحرام في المسألة هل كانت من قديم أم لم تكن لكن المفكر هو أكثر من نحتاج المفكر وخاصة الإسلامي الواعي يكون على علم بكل شيء يكون قد سمع من المستشرقين وسمع من المتغربين وسمع من الإسلام وأخذ الموضوع وأداره على كل أجهات وأوسقطه على الواقع نحن الآن أكثر ما نحتاجه الإسقاط على الواقع نحن الآن نريد مجرد كلام نظري نريد كلام نستطيع تطبيقه في الظروف الصعبة التي نمر بها فلما يكون أمامنا المفكر الإسلامي المفكر الواعي المفكر المطلع على جميع الثقافات سوف يعطينا القول الصواب والقول الصحيح والقول القابل للتطبيق على أرض الواقع وهذا هو أكثر الآن ما نريده للنجاح وكمان أنصح في الآخر قبل أن أنهي الكلام أن القدوة الواحدة لم تعد موجودة فحبذا لو تكون قدوتنا متنوعة يعني أنا يكون فلان قدوتي في العلم وفلان قدوتي في الصبر وفلان قدوتي في إدارة العمليات أثناء هذه الثورة وبذلك يحصل الإنسان على شخصية جميلة ومتكاملة فيها كل الصفات الحلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم ترجمة نانسي قنقر